بأول محطاتنا الصباحية لليوم رح نحكي فيه عن الولادة المبكرة اليوم قديش هاي الولادة المبكرة بتأثر على الجنين وأيضا على الأم الولادة الطبيعية مثل ما بنعرف أنه هي بتكون 9 شهور وهذا الشيء أكيد بيكون صحي للأم وأيضا للجنين يا سلم صحيحة ليلى ولكن لما بيختلف هذا النظام يعني احنا بنعرف الحمل بيحسبوه بالأشهر وأيضا بالأسابيع 40 أسبوع لما بتختلف هاي الحالات وبصير عندنا ولادة مبكرة فكتير بتصير تساؤلات من الأم الحامل حول صحتها وأيضا الأهم هو حول صحة الجنين بنعرف كتير من الخداج والأطفال اللي بنولدوا ولادة مبكرة بيكون فيه تساؤلات حول هل سيعانوا من أمراض معينة هل رح ينجو وخصوصا لأنه بنعرف فيه ناس بتولد 7 شهور فيه ناس 8 شهور شو الفرق وشو الأعراض اللي ممكن تصير أو شو أسباب أصلا الولادة المبكرة كلها الاستفسارات اللي بتخطر عبال السيدات الحوامل وغيرها من الأسئلة رح نطرحها على دافتنا اللي صارت بالستوديو الدكتورة سوصا لنا محفوظ وهي اختصاصية نسائية صباح الخير دكتورة وأهلا سهلا فيك يساد صباحك دكتورة أهلا سهلا فيك بداية خلينا نعرف شو هي الولادة المبكرة أو أمت نحن منقول أنه هاي الولادة فعلا مبكرة تمام هلا أنتو حكيتوا أنه نحن الولادة هي 40 أسبوع حملة نحن قبل الأسبوع 37 منعتبر صارت ولادة مبكرة يعني تقريبا مثل ما بيحكوا أسبوع بالتأسحة اللي نقولها بالعامية بين الأسبوع 26 والأسبوع 37 نحن منعتبر ولادة مبكرة طبعا قبل الأسبوع 26 من الحمل صار اسمو أسقط فقبل الأسبوع 37 طيب دكتورة في كتير أسباب ممكن تكون أوقات بتكون السيدة نفسها وقابلتها في أوقات العمر تبع السيدة كتير استفسارات بتختر ببال السيدات وخصوصا نحن هلأ بمرحلة أصبحت المرأة تتزوج بصن ليس سابقا بعمر العشرينات صارنا عم شوف كتير ما بعد الثلاثين الزواجات فخلينا نعرف شو الأسباب الأساسية للولادة المبكرة يعني عليك كتير سؤال مهم هلأكتر الأسباب اللي بتأدي للولادة المبكرة هي الإنتانات صراحة لهيك نحن بنكون كتير صارمين بعلاج الإنتانات أثناء فترة الحمل أي التهاب من إلا للمريضة أنه أكيد ما لازم تتركي أحيانا بتضوج أني ما بدي أخذ الدواء لم أسعج استخدام الأدوية أكيد علاج الإنتانات كثير ضروري خلال فترة الحمل من الأسباب الثانية أحيانا بيكون في عندي الحمول المتعددة إذا عندي توقام أو حمل سلاسي أو كذا فهدون أكيد معرضين لحدوث ولادة مبكرة في تشوهات رحمية معينة ممكن تترافق بالرحم زو قرنين أو كذا نحن بننبهون يا هدون نحن بنكون أخذين احتياطاتنا أنه ممكن تصير عندي ولادة مبكرة فنحن بدنا نكون الوقاية قبل العلاج يعني ما بدنا ننطر لحتى يصير عندي الأعراض المخاض لأنه وقتها ممكن ما يوقف معي أعراض الولادة وقتالي تصير ولادة فنحن هدون دائما منكون حذيرين ومننبه الحامل من أول ما بتجيه على العيادة أنت فيقلك بروتوكول علاج معين لأنه أنت معرضة لولادة مبكرة الردود سواء النفسية أو الجسدية إذا رد نفسي قوي بتقلك بتسبب ولادة طبعا الرد النفسي قوي ممكن يسبب الردود الجسدية الأعمال الجسدية المجهدة الحوادث أي شيء الحوادث مثلا ممكن تسبب هذا الموضوع الأعمار الصغيرة يعني حلق منشوف أحيانا 15 سنة ممكن تكون حاملة هذه مؤهبة أكيد أكتر من غيرها لحتى تصير عندي ولادة مبكرة الرحم للسمناضج بالشكل الطبيعي حتى كمان الأعمار الكبيرة بيكونوا مؤهبين أكتر من غيرهم فوق 35 سنة إذا ما في فترة تفاصل بين الحمل والحمل يعني والله حمل ستة شهر حمل فعلى الأقل نحن نقول لهم لازم نريح سنة ونص لسنتين لحتى يرجع يصير في حمل مرة تانية مشان ما تصير عندي خطورة ولادة مبكرة إجهاضات المتكررة سواء كانت هي عم تأجهد يعني والله مثلا كثير للأسف أنه والله عم تردع ثلاثة شهر ستة شهر حملت ما خرج هلأ هيدا الإجهاضات المتكررة كمان إلى عواقب أنه ممكن تسبب لولادي مبكرة للمستقبل في شي نحن نسميه قصور عنق الرحم يعني هذا ممكن يكون أنه نتيجة تشوهات بعنق الرحم وممكن يكون نتيجة ولادة سابقة رضع العنق تسبب قصور بعنق الرحم كمان هدون من المؤهبين لتصير عندهم ولادة مبكرة مثلا بعض الأمراض بسأولي أخف من هيدا الأسباب اللي سكرتها اللي عندهم سكري اللي عندهم ارتفاع ضغط حمل بس هي أخف من الأسباب اللي نحن سكرنا هل اليوم بنية الجسم النحافة أو البدانة إلا علاقة كمان بهذا الموضوع؟ طبعا طبعا النحافة الشديدة والبدانة الشديدة ممكن تلعب دور بموضوع الولادة المبكرة بتأثر على هذا الشي طب إذا بنا نروح ونحكي عن أشيء على الأعراض اليوم اللي بتصير بحالات الولادة المبكرة حتى نقول هاي فعلا أنه عندها حالة ولادة مبكرة أو بتنتبهي لهذا الموضوع ما تتفكر أنه وجع أو ألم عادي خلينا نحكي عن هذول الأعراض طبعا كمان سؤال كتير مهم الألام الماغصة بالبطن طبعا بتشمل كافة البطن ومو بس ألم بأسفل البطن حتى أحيانا بتجي بتقلك ألم مثل وجعة دورة مفرزات مهبلية زايدة خروج دم من المهبل هادون من أكتر الأعراض اللي بتنبهني أنه أنا في عندي احتمالية ولادة مبكرة طيب دكتورة أشياء الحالات اللي بتمر على حضرتك اليوم عم بتشوفيها عنا يعني بالعيادات هل عم بتكون هلأ زمان كان يقولوا الولد الأسباعي أحسن من اللي بيولد بالتامن وهي مفارقة يعني ما بنعرف نحن طبعا طبيا وعلميا من حضرتك رح ناخد المعلومة ممتاز جدا هذا السؤال الولادة بالسابع مو أحسن من الولادة بالتامن يعني فعلا بيجونا كتير على العيادة دكتورة أنه أنا عم يجيني مغص وأنه ممكن أولد خليني أولاد بالسابع أحسن ما أولاد بالتامن المستعجل ما بيجونا يعني لا نسمع كثير كنا chunk coment viel about this problem على هذاسباعي مستعجلي أكيد كل ما كسبنا الولد بالبطن يوم هو أحسن لنا يعني أنا لما بفوت بالسابع أسبوع أسبوعين أحسن ثلاث أسابيع أحسن لما بفوت بالثامن أكيد أحسن مو أنه بالثامن أحسن مع أنه بالشائع دائما نحن حتى نعرفه أنه بالثامن ما يعيش غلط غلط من أكد ما اليوم مرعا هذه المعلومة كل ما كسبناه بالبطن السبوع كل ما وفرنا عليه عشرة يوم بالحظم بالحظام تماما فيه كمان شغلات بثير بتجينا على العيادة تعقبنا على هذا الموضوع أنه دكتورا ما بدك تعطيني أبر لريئتين البابو أنه هذا الموضوع كمان للأسف جارتا بتكون ناصحتها واختا ناصحتها وما بعرف مين أبر ريئتين البابي أبر الكورتزون ما بتفيد إلا إذا أنا عندي فعلا تهديد ولادة مبكرة يعني نحن الحالات اللي ذكرنا أنه في خطورة لولادة مبكرة مثل حمل التوأمي مثل عندي قصور بعمق الرحم مثل عندي تشوهاب بعمق الرحم هدون اللي نحن خايفين أنه يستير في عندهم وإلادي مبكرة نحن من أحبهم ومنبلش بأبر ريئتين الجنين بالعمر الحملي المناسب يعني نحن منقدر الوضع إيمة لازم نبلش فيهم والإيمة لازم نعطيهم أما والله أنا قالت لي جارتي أنه لازم أخذ أبر ريئتين البابو بأخذ بالشهر السابع إبرة وخلص مش الحال لا لأنه أصلا إبرة الرئتين بس فات أسبوعة أخذتها خلص عدمت الفعلية يعني أنا إذا اليوم أخذت بعد عشرة يام ولدت وما رجعت عدتها بعد أسبوع ما في إلام فائدة كأني ما أخذت شيء فما يعملوا ليها موضع لأبر ريئتين الطبيب يقدر الوضع لما بتحتاج المريضة بس هي راجعت العيادة أنه هي بحاجة بيعطيها أبر ريئتين فيه بروتوكول معين نحن منمش عليه ولعزم تعيدهم كل أسبوع لحتى نسير طبعا بعد الأربعة وثلاثين أسبوع حملي ما كتير في فائدة لأبر ريئتين فيعني تقريبا نصف الثامن خلينا نقول فنحن منمشي بالبروتوكول تقريبا لنصف الثامن إذا حسينا أنه ممكن كمان تصير أو كان في عندي قيسرية انتخابية قبل ما نصير بالأسبوع 37 من الحمل فنحن ممكن نعطي كورس قبل القيسرية بيوم أنه انتخذي هدون خصوصا بحالات الطفل الأنبوب يعني أنه يكون أحيانا الحبل المتعددة كتير فنحن منكون كتير حزيرين عندهم يعني التعامل بهذا الموضوع طيب دكتورة اليوم المخاطر اللي ممكن يتعرض للجنين في حالة الولادات المبكرة وشو هي الشهور أو الأسابيع اللي بتكون فعلا بتشكل خطر للجنين وأيضا للأم تمام هلأ نحن حقلنا الولادة المبكرة قبل الأسبوع 37 حملي هلأ بين الأسبوع 34 و 37 فرص الحياة بتكون كتير كبيرة يعني حتى بأسوأ المراكز خلينا نقول هلأ بالمراكز برا أنه الخدج حتى الأسبوع 26 حملي ممكن أحيانا يعيشوا إذا في عناية منيحة أكتر الأسباب اللي بتأدي أنه وفاة الجنين هي العسر التنفسية أنا ما عندي مضج بالرئتين طبعا في مادة نحن ممكن يحقنوها بقلب القصبات لحتى تسرع مضج الرئتين حتى بعد الولادة عند الخدج ممكن تساعدهم على هذا الموضوع فأكتر الأسباب اللي ممكن تأدي لوفاة الخدج هي العسر التنفسية طبعا أكيد في مشاكل تاني ممكن يتعرضون للخدج طبعا وزن الولادة كمان وقت الولادة حتى عند الخديج يعني ممكن يولد 28 أسبوع حملي ويكون وزنه كيلو وفي ناس ممكن تولد وزنه 900 جرام أكيد اللي وزنه كيلو أفضل من الوزنه 900 جرام وزن الولادة بيلعب دور بالفرصة الحياة الشغلات الثانية الممكن يتعرض للخدج هي النزوف يعني أنه ممكن يصير عنده نزوف البطينات الدماغية كما ممكن تأدي للوفاة ممكن يصير عنده نقص سكر شديد لأن السمانو ما عنده مخزون يعني أنه والله يستفيد منه ممكن اليرقان لأنه الكبد عنده غير ناضج لحتى يقدر يخلص من البيلوروبين اللي زايد اللي رح يطلع وهذا اليرقان ممكن يضرب النوايات الدماغية وعملي أزياء دماغية هلأ هدون أكثر الأزيات اللي ممكن تصير عند حديث الولادة طبعا نحنا إذا محضرين البابي أنه قبل فنحنا منكون محضرين بالكورتيزون مشان الرئتين ممكن نعطي فيتامين كاف للأم مشان ما تصير عندي هيد النزوف الدماغي هي أخطر شيء ممكن تأثر على البابي هلأ فيه كمان أنه أنا عندي في قناة شرايانية بتكون مفتوحة أثناء الحياة الجنينية فكمان هيده ممكن تأثر بعد الولادة إذا صار ارتفاع ضغط على القلب يعني هدون أكثر الأسباب الممكن تؤدي لوفاة البيبي أنه بعد الولادة بمرحلة الخديج طبعا كلهم أكيد فيه إيلون كورسات علاجية يعني طبيب الأطفال لما بيصير البيبي بالحاضنة يبقى بتصير المتابعة عنده بس هدون أكثر الخطورة الممكن يتعرض لها البيبي وفيه إلى نحن وقت مثل ما قلت لك بيكون فيه عندي خطورة ولادة مبكرة ونحن منحس فيها أكيد فيه علاجات لهذا الموضوع مناخد احتياطاتنا تمام تمام أغلب الأطفال الحمد لله بينجوا يعني إذا كان فيه كورسات طيب دكتورة كمان فيه حالات عم نشوفها حاليا واللي هي يمكن بعد موجة كورونا أصبحت أكثر وضوحة عن الأم اللي بصاب بكورونا أو رشح ونحن صدنا بنعرف هلأ أي حدا صار عم ينصاب من وقت كورونا للآن بأي موجة كريب بيقولوله أنت صار معك كورونا بنعرف الأدوية والأم الحامل مشكلة خطيرة في منهم بيكون تسع شهور بس مع هيك بعد الولادة عم تصير مشاكل للأطفال بالتنفس بسبب مرض الأم أثناء الحمل وعدم العلاج بطريقة صحيحة قدي كمان مرت على حضرتك حالات من هذا النوع كيف تم التعامل مع البروتوكول الطبي هل في شيء غيرتوه عدلتوه بطريقة التعامل مع الأم الحامل بعد أيضا كورونا تمام ممتاز هذا يعني مثل ما قلتين نحنا أنه هلأ كنا عم نحكي أنه الإنتانات من أكثر الأسباب اللي بتأدي للولادة المبكرة بس نحنا بننبهها حتى إذا ما صارت ولادة مبكرة فعلاج الإنتانات إذا ما تعالج ممكن يخلق البيبي عندنا بإنتان دم إنتان الدم وما يرافقه من اختلاطات شديدة يعني يعني أنه ممكن يعمل له كثير مشاكل بعد الولادة حتى لو ولدت بالشهر التاسع في منهم يولده بعد تس شهور وأسبوعه بموت يعني تماماً بتجي الأم وبتسألك وطبعاً أكثر شي بدأ عليه طبيب الأطفال أنه هي كانت تعاني من التهابات أثناء الحمل وعليجت ولا ما عليجت طبعاً أغلب الأدوية نحنا الأم بتضل خايفة إني لا أنا ما بدي أخد دواء أنه هذا الدواء بيضر على البيبي أول شي الطبيب هو اللي عم يعطيكي هذا الدواء فأكيد ما رح يعطيكي دواء أنه والله هو يضر لا عليك ولا على البيبي تسعين بالمئة من الأدوية يعني أنه هي آمنة أثناء الحمل تمام فطالما للطبيب أنه اختار هذا الدواء أنه يعطيكيها فهو آمن أكيد وهو أفضل لك من أنك ما تعالجي طبعاً للأسف ما في دراسات كاملة عن موضوع الكورونا باعتبار هو مرض جديد بس نحن خلينا نعتبر أنه هو إنتان تنفسي فالإنتانات مثل ما حكينا أنه أكيد لازم تتعالج حتى لو كانت بالشهر التاسع أنه هذا الإنتان ممكن ينتقل لبيبي وأكتر شيء أنا إشكاليتي أنه إنتان الدم عندي البيبي يعني أنتم بتقولوا أنه هو التقل أنه البيبي يعني دائما بيقولوا أحيانا أنه وقت لقطعت السر أنه هو دخل الإنتان على دم البيبي نحن نولد بظروف عقيمة بمشافي عمومة الأبل يعني كانت الناس تولد بالأرض ويقطعوا للحبل السري بالمقاص وبدون تعقيم وما هيك ما كانت تشوفها الإنتانات الدم يعني كانوا يولدوا أطفال أصحاء بس هلأ أنه الإنتانات اللي ما عم تتعالج أثناء الحمل هي الأسباب الأكتر لإنتان الدم من أنه أنه ولأ لأطجر سومي بالمشفى تمام؟ اليوم كمان دكتورة في موضوع كتير مهم أو استفسار اليوم الطريقة الولادات كانت سابقا دائماً لكل جاء للولادة الطبيعية هلأ مثل ما أنا عم نشوف أنه صار كله عمين جاء للولادة القيصرية صارت موضة اليوم أنا بلشت بالشهر التاسع بداية الشهر التاسع أنه أنا حابة أولد ببداية شهري باتفق مع الطبيب بيحددوا موعد هذا الشي قديش عم بيأثر علي وأيضاً على الجنين تمام تمام للأسف هلأ صار التوجه أغلبه للولادة القيصرية طبعاً الولادة القيصرية بتزيد على الولادة طبيعية أنه هي بتزيد من عسرة التنفس عند البيبي لأنه نحن مقللون لما بيمرأ الببي بطريق الولادة فأنه هذا الضغط على الصدر بتأدل أنه تنظيف هذا الصدر من المفرزات بالقيصرية لا سواني بيطلع الولاد فأنه ما بتنظف الصدر من المفرزات وبتالي نسبة القبول بالقيصريات بالحواضن حتى بالشهر التاسع حتى لوصلهم 15 يوم بالشهر التاسع بيكون أعلى من الولادة الطبيعية أكيد لا نحن ما منمشي مع الأم والله أنا بدي أولد أول الشهر التاسع أكيد في خطورة نحن من أنبها أنه أنا في سن معين أنه على الأقل لازم يكون خلينا نقول 13-15 يوم بالتاسع حتى يكون في عندي شيء من النضج للريئتين لأنه نحن من عسرة التنفس هيدا نسميها الرئة الرطبة يعني أنه تضل المفرزات بالريئة ما بتنظف معنا فهدهم بيدخلوا على القبول الحواضن أكتر فأكيد لازم يكون 13-15 يوم أنه بالتاسع مو أنه أنا خلاص تعبت يعني مثل ما الكي للأسف يجونا كتير أنه أنا ما عاد إلي خلق دكتورة ولا يوم تولديني أول التاسع لا يعني إذا نمشي معهم كان تنسبة القبول بالحواضن أكيد كتير يعني إحنا تحملنا 9 شهر أكيد هال 10 أيام ما رح تصير عبق عليك إلا في الحالات الطارئة يعني حالات الطارئة لما بيكون في عندي خطورة يعني أنه أنا لازم ولد ارتفاع ضغط عند الأم وزمة حمل وزمة حمل شديدة فنحن قلنا بنعطي الكورتيكوؤيدات يعني أنه جرعة قبل الولاد بيوم ومن ولد يعني بتصير أكيد نسبة القبول بالحواضن أقل بس نحن من نبه الأمن نحن ممكن يحتاج البيبية شوية تنظيف لأنه الرئة ممكن يضال في عندي شوية مفرزات ما تنظف بس ما بتصير عندي العسرة التنفسية اللي بتصير عند الويل الخدج يعني أنه عدم النضج بالرئتين طيب دكتورة كمان خلينا نحكي على شغلة بما أنه حكينا عن الولادات في كتير بنسمع أمراض صارت مع الأطفال بسبب تعثر الولادة يعني هي عم تولد ولادة طبيعية ولكن صار شي تعثرت الولادة تأخر نسبة الأكسجين للدخول لجسم الطفل فبيأدي لها تشوهات ممكن شفنا كتير من الأطفال صار معهم قصور بالدماغ لأنه تأثرت الولادة رغم من أنه في البعض بيحطهم بضغط أكسجين معين مثل ما بنسمع وغيرها ولكن هاي خطورة كتير كبيرة كمان شو بتنصح بهذا الموضوع؟ تمام يعني لكي هلا أكيد الولادة طبيعي لازم تكون مراقبة مراقبة بأساء الجنين وطبعا يعني برا أنه في أجهزة مونيتور معينة بتضل على بطن الأم لحتى تخلص الولادة أنه أي تعرض لنقص أكسجة هو بيبين عندي بالمراقبة بتراقب التقلصات وبتراقب الشد اللي عم يتعرض للبيب للأسف نحن ما عنا هيدا التجهيزات طبعا هذا الشيء الطبيب أكيد لازم يقدره يعني أنه نحن لما بتصير الولادة بالمشفى وعند طبيب أكيد ما رح يتعرض البيب لهذا الموضوع وأكتر الحالات من شوفها لما بصير الولادة منزلية فأنتي عم تراقب يعني أنه أنا لما بحس أنه في تعرض وفي عصرة مخاض والبيبه ممكن يتعرض لنقص أكسجة حول الولادة فنحن منتدخل يعني أكيد ما رح ننطر لهذه المرحلة أكتر الحالات مثل ما أكتلك للأسف من شوفها لما بتكون فيه ولادة منزلية ومعسرة يعني أنه لا أنا بدي أولد بالبيب أدي أولد بالبيت يعني نظل المريضة يعني وكنا نشوف كتير أحيانا بيوصلوا لعننا على المشفى يعني صلى ساعتين سلاتي عم تحاول فيه للأسف بعض المناطق كان يسي فيه كتير مشاكل تماما تماما فهلا من الخطورة التانية اللي ممكن يتعرض لنقص الأكسجة للأسف للأسف عقابيل دماغية وغير قابلة للعلاج تأخر بالتطور روحي الحركي تأخر بالمشي وممكن ما بقى يمشي يعني للأسف عقابيلة كتير سيئة يعني من الخطورات اللي ممكن يتعرض لنقص أسناء الولادة خصوصا إذا كان وزن البابا كبير بالولادة الطبيعية وهو أنه ما يطلع معنا يعني أنه سير فيه رد على الضفيرة العدودية يعني نحنا منقول من سميان عضال كتفين يعني بيطلع عراسه ما بقى بتطلع للكتفين فبصير رد بصير شلل بأحد الأطراف يعني هيدا إنه صراحة إذا نحنا شفنا كمان بنرجع محكي إنه البابا كتير كبير حوض الممكن تماما يعني هذا الشي بتقدر الطبيب يعني أنه طالما إنه ولا الطبيب قال لك إنه لا في مجال لولادة طبيعية في مجال إذا هو قال لك إنه لا هذا البابا فيه مخاطر كزا إنه وزنه كبير أنت الحوض عنده ممكن ما يتحمل هذا الموضوع فإنه أكيد رح ينصحك هو بالهيدا بس مثل ما حكينا يعني أكيد الولادة الطبيعية أفضل من القيسرية بس إنه أغلب الأختلاطات اللي بتصير لما بتكون الولادة منزلية دكتورة اليوم ذكرنا النواحي الجسدية والنفسية اللي بتأثر على الولادات المبكرة خلينا نحكي شوي الناحية الغذائية اليوم والطعام اللي بتتناوله السيد الحامل هل بيأثر كمان على الولادات المبكرة مثل ما منعرف أحيان بيقولوا إشياء من الأطعمة بيأثر على الأجهادات أو شي بتشربوا المرأة الحامل ممكن يكون سبب للأجهاد هل هذا كمان ممكن يكون سبب للولادة المبكرة؟ هل أكتر شيء صراحة التدخين والمشروبات يعني الكحولية هنه أكتر شيء ممكن يأسره أما نماط الغذاء تبعنا يعني أنه أكيد يعني كلهم فيتامينات وهي بس يعني العادة السيئة هي تدخين والأبقيلة والمشروبات هدون اللي ممكن يزيدوا من خطورة عفوا الولادة المبكرة بس غذائنا بشكل عام يعني يعني الحامل تقريبا يعني كلهم ما في عندي يعني والله أكلت شكولار بتسبب أكيد يعني مثلا السكريات لأنه ممكن تأدي أنه والله ارتفاع بالسكر أو أنه والله مثلا ما عندي سكري وسير عندي سكري حملي ممكن يعني لأنه بس وقتها بتندرج تحت خطورة أنه أنا صار عندي سكري أما أكتر شيء اللي ممكن يأسر هو العادات السيئة هو التدخين والمشروبات دكتور ربما أنك حكيتي عن سكر حملي كثير أوقات بنسأل هذا السؤال بيجينا أنه هي ما كانت أصلا عنده سكر ولكن معروف أنه فيه سكر بيجي للمرأة الحامل أثناء الحمل أين تبيين معه يعني بأنه شهر هي بتعرف أنه هي ممكن أصيبت بسكر الحمل شو الإجراءات اللي لازم تأخذها سريعا بهذا تماما هلا بيجونا كتير أحيانا على العيادات أنه عاملين تحاليل الروتينية للحمل بالشهر الثالث والرابع لا نقبل فيها لأنه السكر الحملي ما بيبلج معي قبل الأسبوع 24 من الحمل يعني إلى الشهر السادس فأنا حكما لازم عيد تحاليل السكر بهذا العمر أكثر شيء من ركز عند البدينات يعني لأنه هدو مؤهبين أكثر من غيرهم ليسير عندهم سكري حملي عندهم سوابق عائلية بالعائلة أنه حدا عنده سكري مع أنه هو ما نويراسي يعني السكر ما نويراسي وما هيك بيخافوا من السكر العائلي لا ويراسي يعني أنا إذا حدا بالعائلة أن والدها أو أبوها أو كذا عندهم سكري فأنا هيد الحامل بدينا نمط غزاء من الأغذية السكرية كتير هذه أكيد بدي خاف عندهم من السكر الحملي فهذا هو عندهم عام موضوع السكر بنعمل تحليل السكر بالشهر السادس وإذا شكنا مو بس تحليل السكر يعني فيه شيء نحن نسميه اختبار كحمل سكر يعني نعطيها سكر ومنراقب السكر ومنشوف أنه هي مؤهبة أكثر من غيرها ليسير عندها سكري أولى أكيد دكتورة بنهاية الفقرة بنا نتشكر حضورك معنا نويرتينا وأكيد بنا نتشكرك على المعلومات اللي عندنا شكرا كتير لك دكتورة مثل العادة معلومات دقيقة وإن شاء الله يكون كل السيدات يلي تابعوا هالفقرة استفادوا